السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي قناة معلومة للمزارع قبل أن نبدأ وعلى بركة الله أرجو من الأخوة المتابعين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مشعارات بكل ما هو جديد من الفيديوهات جزاكم الله كل خير موضوع اليوم هو عن كيفية معرفة الأقنام أو الماعز إذا كانت أشار أو مضارع في الفترة من شهرين ونصف إلى ثلاث أشهر من تاريخ التلقيه وأهمية هذا الموضوع هو أن الكشف المبكر للحمل عند الأقنام أو الماعز يعتبر من العمليات المفيدة جدا في رعايتها خصوصا عند التعرف على الحمل وتحديد أشهر الحمل حتى يتم تقديم الأعلاف المناسبة للأقنام الحوامل وتخصيص برنامج صحي وغذاء لها خلال النصف الثاني من مرحلة الحمل لكي نحصل على مواليد سليمة وبصحة جيدة وإدرار عالي للبن عند الأمهات وطبعا توجد طرق حديثة للكشف المبكر عن الحمل وأيضا هناك طرق تقليدية تحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة ومهارة في تحديد الحمل بطرق بسيطة ومن الطرق الحديثة هو استخدام جهاز السونار البيطري أو الإيكو للكشف المبكر عن الحمل وهذا الجهاز يستطيع كشف الحمل بعد 28 يوم من التلقيح وأيضا تحديد جنس الجنين في الشهر الرابع من الحمل سواء كان ذكر أو أنثى وله فائدة كبيرة في كشف التهابات وأمراض الرحم وأيضا مشاكل العقوم في المبايض ومشاكل الخصوبة عند الأغنام والماعز ولكن هذا الجهاز يحتاج إلى خبرة وممارسة في التشخيص من قبل الطبيب البيطري ولا يتوفر إلا عند عدد قليل من الأطباء البيطريين أو في المزارع الكبيرة نظرا لارتفاع سعرهم أما الطرق التقليدية للكشف عن الحمل عند الأغنام والماعز لا تحتاج إلى أجهزة أو تقنيات ولكن تحتاج إلى خبرة ومهارة في الكشف عن الحمل والكثير من الأخوة المربين لديهم الخبرة والمهارة في تحديد الحمل عند الأغنام وأول هذه الطرق هي طريقة الجس أو الرقل كما هو متعارف عليها وهذه الطريقة تحتاج إلى شخص يمتلك المعرفة بطريقة الجس ويتم الفحص بهذه الطريقة للنعجة في الصباح قبل تقديم العلف أو الماء لها حيث يقوم هذا الشخص بوضع راحة اليد أمام الضرع مباشرة ورفع البطن للأعلى وللأسفل ونتيجة للارتداد يقوم بتحسس الجنين بأطراف أصابع اليد فيشعر بوجود جسم صلب يشبه الكرة يسبح في سائل وهذا هو الجنين خلال هذه الفترة من الحمل وأهم الأمور التي يجب مراعاته عند استخدام هذه الطريقة أن يكون الشخص خبير لأن أحيانا الجس بدون خبرة يسبب مشاكل للنعجة إما إجهاض أو التواء للرحم فيسبب لها عسر في الولادة نتيجة التواء الرحم أو تغير وضع الجنين داخل الرحم عن الوضع الطبيعي له أما الطريقة الثانية من الطرق التقليدية هي طريقة سهلة وبسيطة ولكن تحتاج إلى مهارة وخبرة طويلة وذلك بمعرفة النعجة المضرع من خلال سبتها أو حياها حيث تكون خلال الحمل طويلة قليلا ومرتقية أي رقوة وذات لون وردي فاتح نتيجة تدفق الدم للرحم من خلال الأوردة المقذية وهذه الطريقة يعتمد عليها الكثير من المربين في كشف العشر نظرا لأنها طريقة لا تحتاج إلى تصويم النعجة ويستخدمونها في الأسواق عند البيع والشراء وأبسط من الطريقة الأولى وأيضا هناك علامات مميزة للحمل عند الأغنام ومن هذه العلامات استدارة البطن حيث نلاحظ امتلاء المنطقة ما بين الفخد والبطن أي منطقة الخواصر تكون ممتلئة وخاصة في الصباح قبل شرب الماء وحركة النعجة المضرع تكون أثقل وتكون هادية أثناء المشي وشاهيتها للعلف تكون مفتوحة وصوفها يكون بلون زاهي والمرب الخبير يعرفها أنها مضرع من منظر صوفها واستدارة بطنها وبعض المربين يعرف النعجة المضرع من خلال جس المنطقة فوق لية النعجة ولكن هذه الطريقة لا تعطي نتيجة واضحة لأن عظم الحوض عظم ثابت لا يتغير ولا يتسع عند الحمل أو بعده ولكن النعجة خلال فترة الحمل تبدأ تعرض نتيجة اكتناز الدهن في هذه المنطقة والنعجة السمينة لا يمكن معرفته بهذه الطريقة وهناك بعض المربين يسأل هل تجربة الكلور تنفع لكشف الإعشار عند الأغنام والماعز لتحديد الحمل والجواب هو أن هذه الطريقة غير صحيحة لأن التفاعل الذي يحدث ما بين عينة البول من النعجة والكلور المستخدم هو تفاعل يحدث حتى عند النعاج غير ملقحة أصلا لذلك هذه التجربة لا يمكن الاعتماد عليها أبدا في كشف الحمل عند الأغنام والماعز وأحد الأخوة يسأل عن الشرائط التي تباع فيها الصيدليات البشرية لكشف الحمل عند السيدات هل تنفع لكشف الحمل عند الأغنام والماعز؟ والجواب لا تصلح هذه الشرائط لأن الهرمون البشري يختلف عن الهرمون الموجود عند الأغنام والماعز وهناك طريقة أخرى لكشف الحمل عند الأغنام ولكن تحتاج إلى مخبر بيطري متخصص والطريقة تعتمد على أخذ عينة من دم النعجة التي نريد الكشف عليها وتحليلها لتقدير مستوى هرمون البروجسترون في الدم عن طريق جهاز الطرد المركزي فإذا كانت النتيجة أكثر من 1 نانو جرام بعد شهر من التلقيح فأن النتيجة على الأرجح تكون عشار وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته